بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف العلماء الأجلاء ديوف مصر الأعزاء الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي ونحن نحتفل معا بهذه المناسبة الجليلة ليلة القدر أن أتوجه بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم وكافة شعوب الدول العربية والإسلامية تلك الليلة المباركة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان داعيا إلى استلهام روح هذا الشهر الفضيل في ترشيخ القيم الأخلاقية والإنسانية لنحيا كما أراد الله لنا أمةً أمةً أمة القيام ومكارم الأخلاق كما يسرني أن أرحب بديوف مصر الأعزاء مهنئاً حفظة حفظة كتاب الله عز وجل من مصر ومختلف دول العالم من أبنائنا الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين مؤكداً على ضرورة فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده السامية التي تدعو إلى مصحة البشرية جمعاً ولا أفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أتوجه بالتحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف متطلعاً إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والآئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة في إطار فهم واقع العصر ومستجداته وتحدياته مع الحفاظ على سوابة الشرع على سوابة الشرع للدين الحنيف ومن هذا المنطلق أقول لكم واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وأعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله عز وجل في تسير هذا الكون الفسيح بما يسم في عمارة الأرض شعب مصر العظيم لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام ولذا فننا نأمل في بزل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسي وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشأ والشباب وذلك لإدراك مخاطر فكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى وفي هذا السياق فإنني أدعوكم جميعاً لنواصل بقوة معاً بناء مستقبل هذا الوطن في ظل فهم مستنير لمقاس الدين وعظمته وسماحته وتأكيده على حتمية العمل الجاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطني وعلينا أن نستلهم من هذا الشهر الكريم وهذه الليلة المباركة روح الإخلاص وحسن المراقبة لله عز وجل في جميع عمالنا وحركاتنا وسكناتنا وختاماً نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يسدد على طريق الخير والبناء قطاناً وأن يمدنا بمزيد من قوة الإيمان والإرادة ويقصة الضمير الأخلاقي والإنساني في جميع جوانب الحياة والعمل الدؤوبي من أجل وطننا الغالي ومن أجل الأجيال الحالية والمستقبل والمستقبلية ونسأل الله ونسأل الله تعالى أن يكلّل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير كل عام وحضراتكم جميعاً بخير والسلام عليكم ورحمة الله شكراً للمشاهدة